شبابا عمني يا رب اكونوا خير ده سياز الشابتر معنا في مادة المانيجمنت بعنوان ليدرشيب الكياضة اعرف في الشابتر دواتي يعني اصلا للكياضة ازاي اكون مدير وقائد واقدر اكود المنظمة طبعا احنا عارفين الليدرشيب ده هي تالت وظيفة معنا في وظائف المانيجمنت خدنا في شابتر فور البلانينج خددنا في شابتر بنوصل بعد كده الليدرشيب تمام طيب يلا هنبتدي الليدرشيب دي ونعرف بقى ايه هنشرح ايه في الشابتر النهر ده باوصل بعد كده بقى في اول حاجة عندنا يعني ايه الليدرشيب فبيقول لي ان هو بروسيز تمام وير باي وان انديفيدول اه او ليدر انفلونس ازر جروب ميمبر يعني هو عبارة عن شخص تمام ده بيأثر على مجموعة من الناس الاخرية هل بيأثر آآ يعني بطريقة غير قصرية تمام عشان يبدأ هدد لي وينفز لي يعني اهداف الجروب بتاعنا او اهداف المنظمة يبقى انا الليدرشيب هي عبارة عن عملية بيقوم فيها شخص الشخص ده بنسميه قائد ده بيأثر بطريقة غير قصرية يعني بيأثر على الناس تمام عشان يحققوا الاهداف بتاعت الليدرشيب طيب ايه الامبورتنت تمام للليدرشيب ايه اميتها الليدرشيب ده عبارة عن اول حاجة دلوقتي ان هو بيبقى ليه تأثير غير قصري تمام بليد تأثير غير قصري تاني حاجة ان هو بيأثر آآ تأثير مباشر تمام على الهدف كمان الليدرشيب يعني قادر بتطلب اتباع بمعنى ان هو يبدأ القائد والقيادة توصل لمجموعة من الناس تمام اللي هو قلنا اللهم الجروب او الجروب او الجروب او الجروب تمام طيب بعد كده بوصل لي عندي 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 نظريات او نهج تمام مشيت عليه القيادة كل كل طريقة ليها آآ جواها اشياء تمام او ليها النهج وكل نهج ليه جواها نظرية عندي مسلا ده اللي هو نهج السماء السماء دوت دلت على سماء القيادة دي دي اكتشفت او ركزت على اللي هي سماء القائد لازمة نكون عندي قائد تمام ليه سماء ليه سماء فردية تميز القائد الناجح عن والقائد الفاشق لازمة يكون مش اي حد يقدر يكون قائد تمام اي حد يقدر يكون عضو عادي في اي منظمة او في اي جروب بس مش اي حد يكون قائد فيه سماء القائد فاول حاجة ازا جريد اه برسن اه نظرية الشخص العظيم تمام نظرية الشخص العظيم دي بقى بتقول لي ان انا السماء حلو ارضي دي دي السماء دي الخصاص الشخصية للفرد او في الاخصائص الشخصية للفردي. بقى انا عندي السمات دي وخصائص اللي بتختلف من فرد للتاني. تمام? بتقول لي ان نظريتي السمات دي اترت اه سورتي. اه يعني ببدأ اقول ان انا عندي ان بتشير الى ان القادة العظماء لديهم سمات جسدية. تمام? اه برضو عندهم سمات نفسية خاصة تميزه معا الاخرين. تبدأ يعني يقولك ان انت دل لقتي نظريتي الشخص العظيم. ده بيكون عنده سمات مختلفة عن باية الاشخاص. اللي بيبقى لي سمات جسدية ونفسية خاصة بتنيزه معا معا معزم البشر. تمام? والسمات دي كمان بتكون كرة معايا بمرور الوقت عبر مجموعات مختلفة. يعني انا لو عندي سمات جسدية او سمات اه نفسية مش تتأثر بجروب دوت او بجروب غيره هتقدم ماشي معايا تمام? مهما تقدم بيا مراحل العمر او مهما تغيرت ايه الديفرنتس جروب. حلو طيب. في سمات انا ببدأ ادور عليها وببقى محتاجة في اي ليدر. اول حاجة اه كوجنيتف اه قبلتي ان هو يكون عنده قدر المعرفية. ده ازمن الليدر يكون اكثر زكاية تمام? من الناس اللي بيبقوه. ازمن يكون انت عندك كمان. تمام? ما ينفعش الليدر يتسير لسؤال? ما عرفش يجاوبه. زي الدكتور ما يفعش تسأل الدكتور في المحاضر على سؤاله ما عرفش يجاوبه. حلو? تاني حاجة اللي هي السمات الشخصية برضو لازمن يكون عنده تليد. لازمن يكون عنده دافع ان هو يكون قائد. هو انا انا عايز ابقى من جوية قائد. انا عايز اجيب امتياز تمام? يكون انت الدافع ده جاي لك من جوة انت. يكون برضو عنده العاطفة اللي هو يكون وان هو عايز حق ازاته وعايز ان هو يبقى عنده استقلالية. تمام? يكون عنده برضو حاجة اسمه يكون برضو سن مناسب. اه وزنه وشكله كله. طيب فيه تمام? بتقول لي اه ان اللي متدري سيروش دي افيدنس اه انزاء تمام? بيبدأ يقول لك ان انت عندك انها فيه اه دلة بحسية محدودة بتبدأ تؤثر على اسماته القادة على نجاحهم وتأثيرهم على اتباعهم. تمام? دي منها السمات دي زي التلاتة اللي فاته. طيب. كمان بيقول لك ان مفيش في التاريخ حاجة ذكرت على برضو ان هي اثرت على الجزء يعني اه لا مش تفرم معي الشكل مش تفرم معي السين مش يفرم معي كل اهم حاجة ان هو يكون عنده محرقاتية كويسة هيكون اسمات الشخصيات بتاعته كويسة فميكون قائد بمعنى الكلمة. طيب. نهج عندي اللي هو البي sirOffice. النهج السلوك الذوت اول حاجة فيه قالت لك ان انت لازم ان تكون يعني يكون ما تكونش اه ما تكونش ان انت عندك ريدر اترقاطي او ليدر اه المشارك لأ لأ انت لازم تكون قائد مشارك ان انت اتعرف الناس المنبر اللي عندك يكونوا اا شاركهم انت مسلا وصلت الفين ان الاستبسل هتخدها ازاي في النجاح الجروب او نجاح المنظمة بتاعتك تمام ما هتكونش اللي هو هيعمله كزا هوادر من غير اي ما تديهم عن الموضوع نفسه تمام في اول حاجة وهي السادي دي كانت نظرية او اللي هي دراسة اه 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 اتعاملت في الجامعة هناك قالت ان في تو اندبندنت الليدرشيب تو اندبندنت الليدرشيب اللي هي و المام طب اول حاجة اللي هي انتيجيتنج استراكشور ده بدء الهيكل ده عبارة عن ديجري ويتش زا ليدر ارجنايز او ديفيند زا تاسك تمام ويه يعني بمعنى ان انا بقول لك الهيكل ده هو الدرجة اللي بيقوم بها القواب بتنزيم وتحديد المهم وتكلف اداء العام لازم ان القواب يكون عنده جي اعرف كل انا مسلا ليقدر على يوسف و احمد و محمد و محمود ابعارف كل واحد فيهم و معادلة ازاي كاو ازاي كل واحد ازاي انا هقدر اديله المهمة اللي هيقدر يعملها باحسن معيه تمام? تاني حاجة عندي تمام يا لازم ان يكون بركز على ليه تمام? لازم يكون فيه بينه وبينه وفيه ان انا بقى صبرت ليه لازم ان انا اتعامل مع الموظفين اللي عندي بطريقة ودوه ده احسن من كده وان انا اطمنهم عشان الناس تطلع وتنتج وتشتغل بدون ضغط تمام? وتطلع لأحسن حاجة طيب. عندي تاني حاجة في النهج السلوك دوت تمام? الناس اللي بتهتم او القاضة اللي بتهتم بالتوجه الشعبي مقابل القاضة المهتمين بالانتاج طيب. اول حاجة عندي اللي هي هم حددوا لي خمس سليب للكيوضة. اول اسلوبة عندي اللي هي القضرة الفقيرة. فبيقول ان دول اللي بيبزلو. الحد القادمة من الجهد لانجاز العمل. انت يا باشا عايز تنجح او طب انا هجيب اخر اه 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 لترم وهنجح تمام? فالناس دي بيبدأ يقول لك ان هما من اما مقفرت وجيت زور كده تمام? يعني الناس دي بتشتغل بقى المجهود تمام? عشان تطلع اه وتطلع اه وتنجز العمل بتاعتها. في حق تاني الصايل اللي هو اللي هو اللي هو بتركيز ادارة المهام بتركز على تمام? اه وتشاونج لتل ريجارد فور زا اه مولر اه اه سيبردنيت. يعني الناس دي بتبدأ تركز على الكفاءة وزورة القرنية اللي تمام بعنوين المرقوسين. يعني المدرين او القادة اللي بقينا دول انا هركز على الكفاءة. الكفاءة اللي طلعه لمن الاشخاص اللي شغالين تحت هي. مش هتم معنوياتهم يعني. اه مسلا جالي واحد اه عايز اجازة مسلا لقد الله في وفاة في مش لا اماش هدي لحد اجازات اشتغل مش هغصبين عنك. انا عايز الكفاءة اللي طلع منك. انا عايز اللي انت هتعمله. انا عايز متسن منك الانتاج بتاعك. لكن انا ما تقوليش على اجازات. ما تقوليش على مش عارف اه اصلا لو كنت تعبنه وما جيتش الاجتماع اصلا. مفيش كاملة. ده بقى عندي كونتر كلاب مانجمنت. برضو. اه دي ادارة تانية ادارة النواة دي. ادارة النواة دي دي اهتمام المدروس بيحتاجات الناس. دي بتاهتم بيه تمام? اه بيهتموا بيهتموا بيه احتاجات الناس. الناس محتاجة ايه? لكن الكفاءة عندهم مش مهمة او. but task efficiency is the not bring concern. يعني مش بيهتم او ايه. لأ الناس دي بتهتم. انت محتاج ايه? محتاج اجازة? هتديك اجازة. محتاج علاوة? هتديك علاوة. محتاج صلفة? هتديك صلفة. مش مهم يا عمي التاج بتاعك انت انت انتكت ولا ما انتكتش. مش هتفرق معينة. طيب. عندي رابع سؤال اللي هو منتصف الطريق. منتصف الطريق ده كفاءة الكفاءة بتكون كفاءة للماء ومعنوية المرضية للمنفسين. ده بالنسبة لي انا ده احسن نوع. ده بيهتم الكفاءة اللي طلع من الانتاج وكمان بيهتم بتاع بتاع يعني. تعالي انا انا زي ما انا هديك اجازات وهدعلي لك المرتب وهعمل لعمل لعم. محتاج منك ان انت تخلص الشغل بدري وما ترقمش عليك شغل وعايز احسن من الشغل اللي ده يطلع باحسن كفاءة وفعالية تمام? فيه اللي هو قدرة الفريق برضو ده بقى ده بيحاول يعمل حاجة حلوة اوجد. وبرضو ده من احسن حاجة ان هو بيعمل تمام ما بين اللي هو يحق المهم المطلوبة منه تمام? ويه كمان ان هو بيبدأ برضو بيعمل ما بينه وما بين بتاع الامبلويزة. برضو تعالي عم انا هحاول زي ما انا كل مسلا ده وانت خلصت لي شغلك ده في اه مسلا في عشر ايام والشغل ده المفروض ما ستخلص في خمساشر يوم ليك يعمل ومن اجازة. ليك معرفش يومين اه علاوة على المرتب. الكلام ده كله تمام? طيب تلتة حاجة عندي فيه اللي هو اللي هي مواقف القاضي. عملنا دلوقتي اه نظريتين. نظرية اكلا. تمام? فرضنا لها وقلنا ان ان انت لك ان اي انسان عادي لديك قرهية ومتوصلة للعمل. تمام? وهيجنب اه 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 فهي كان. طبعا اي حد بيكره انت بتكره يا باشا ان انت تسحى الساعة سبعة الصبح وتروح شغلك وترجع وتشتغل. اي حد هيقول لو عنده مصدر تاني غير الشغل مسلا هيعمل الكلم ده. كمان بيقول لك ان يفضل نسال عادي ان يتم توجيهه. برضو بيقول لك ان الهيومن ده بريفير تو بي دايركتين. انا واحد من الناس لازما حد يقول لي اعمل كزا. تمام? في واحد تاني يقول لك لا لكن اغلبية الناس كل واحد يقول لك ايه? يقول لي ايه المطلوب مني? وانا هعمله. وانت كمان تعرفه افويد. ايه بيقول لك انه كمان افويد ويرغب في تجانب المسئولية. تمام? يعني الناس كتيرا او متحبش للمسئولية. تمام? في ناس مسلا في شغل بيتطلب منك ان انت تمدي على مسلا اوراية وان انت تمدي ان الشغلان دي هتتعمل على المسئوليتك والكلام ده كله. تمام? تمام? بيبدأ يقول لك ان بيتم بازل الجهد البدن العقل في العمر امر طبيعي اللعب الراحة. مرضو انت لازم ان يبقى عندك اه في النظرية تمام? ايه بيقول لك ان انت عندك اه فيزيكال ان مينتل فورد تمام? توورك اه اه ار نتشر الاس بلي ورست تمام? لازم برضو يكون عندك اه في اه جوهد البدني بتبزله. يجي يقول لك ان انت عندك استرنال كنترول الصحيشترة الخارجية والتهديد بالعقاب تمام? بيقول لك مش همه بس يعني مش ان انت تبقى عندك سيطرة خارجية وان ان انت تبنش اه للمسلا الانجوليه. هو ده اللي هيخليك فورد دايركتنج اه فورد تورد يعني مش ده اللي هيخليك ان انت تحقق اهداف المنظمة بتاعتك تمام? بيقول لك ان السمارس المر التوجيه الزيته وضبط النفس تحقيق الهداف التنظيميه اذا لازم الامر. برضو انا هعمل السيلف دايركشن عند السيلف كنترول تمام? بيقول لك ان انت عندك الانسان العادي لا يقبل فقط بل يسعى للمسئوليه. بيقول لك لا الهومان مش ان هو اكسبت قولي. لا بط ان هو يبدأ يشوف ويحب المسئوليه. بمعنى بسيط كده ان انا بقول لك ان النظرية اكس بتقول لك الناس بتكره العامل بتجانب المسئوليه تمام? وبتحب التوجيه دا يقول لك لا انا انا همشي من دماغي السيلف دايركشن السيلف كنترول انا بحب مش هقول لحضر ونعم انا اللي هدور على المسئوليه انا اللي لاشي المسئوليه بقى انا عندي هنا ان النظرية اكس تمام عكس ايه النظرية وهو تمام? عندك تمام كان آآ ليه برضو تواجه له النقد ان هو كان بيدور على لكن هو تجاه له موقف القائد نفسه. فعشان كده عملنا الابروتش التالت اللي هو تمام? اللي هي كان اول حاجة فيها اللي هو نظرية الكيادة تمام? نظرية الموقف القائد دوت اول حاجة فيها ان هي قال لك نظرية الكيادة الزرفية اللي هي تمام? قال لك ان هي بتحتمد على حاجتين او متغيرين. اول حاجة التاقس بهيور او درجة امتلاك المتابعين للمعرفة والمهارات المنسبة. يعني انت لازم يكون عندك الناس اللي انت قائد عليهم اصلا لازم يكون عندهم انا معلش مش ياخد ناس مش عارف اي حاجة هيبقى صعب عليك ان انت تكون ناس مش فاهمين ناس ما عندهمش معرفة. تاني حاجة برضو بيقول لك. يعني بيقول لك ان هي سلوك العلاقة والدرجة وهو استعداد المتابعين اللي عمل دول اهل التوجيم الاخرين او ان هما يحتاجوا للدعم العاطفي. لأ. الناس دي لازم ان يبقى انت معاك ناس تقدر مش محتاجة لازم ان كل ما يعملوا خطوة نعمل ايه? لأ انت المفروض تبقى عارف تمام? تمام. فعشان كده حدد قال لك اربع انواع. الاربع انواع اللي هو قال لك اه اس وان وتو سري وفور. تمام? قال لك ان هما دول اربع اه تمام? التيلينج والسيلينج والديليجتينج والبرسبيتينج تمام? قال لك ان هما دول ده متحديد اربع انواع اللي هو الاخبار والبيع وتفويض والمشاركة. فبه يقول لك ان هو دي بين قال لك ان انت عندك اسلوب الكياضة الاكسر فعيلة يعتمد على مدى حاجة المتابعين الى التوجيه والدعم العاطفي. قال لك دولة دول بتطلب. والديريكشن تمام? والموشن التوجيه والدع العاطفي. تمام? التيلينج ده اول حاجة عندي فبيقول لنا ده بيحتاج في الفولور نيد تو جريت اه ديريكشن. عايزين ديريكشن وان هما الليدر يبدأ بيوجههم. لكن هما مش محتاجين الصبورت. ما بيدون تنيد زا موشن الصبورت فورزين. محتاجيش الصبورت اللي هو الصبورت العاطفي. تمام? لكن عندي بعد كده البيع مسلا. فبيبدأ يقول لن هما بيحتاجوا يعني بيبقى عندهم برضو. يبقى عندهم المارات اللي بيوجعهم قليلة. لكن بيحتاجوا المولر صبورت. الدعم المعنوي. الدعم المعنوي اللي هو يبدأ يقف جنبه وعرفه محتاج ايه و ايه و ايه. بيقول لك ان هو ده كمان ان الدعم المعنوي ده بيبدأ الحالة بيتوجه للغاية مع كونها دعمة. يعني بيبدأ يقول لك ان ده هو ان انت تبدأ توجيه معنوي ده بالنسبة له هو من الاربعة دول. طيب. عندي رقم تلاتة اللي هو المشاركة. لازم ان يبقى عندي لازم برضو ده المشاركة بتسمح لعلاوزين بتوشير زا تمام اه بيبدأ ان انت يبقى عندك سوء مشاركة ده بيسمح لي ومشاركة براتهم بيعني بشكل جيد هيزيل مواقف يعني برضو احنا بديشتغل كلنا في جروب او كلنا مسلا عضاء في جروب لازم ان كل عضو كل يبدأ يقول مسلا والله انا ممكن ويحطيك مشكلة زي كده في موقف زي كده وبقى تحله طب لو ان انا لو عندي معلومات كمان اشاركها. طيب طيب. تلاتة حاجة التفويد التفويد يقول لك من الطبيعين مساعدون وقادرون على فعل ما يطلب منهم. بزيل الظروف ان هو افضل لهج هو تحويل مسئولات اتخاذ كاراته وتنفيذهم. برضو يقول لك ده برضو ان ده لو انت يعني هو ده افضل نهجة لو انت غيرت المسئولية بتاعتهم دي لقرارات تتم تنفيذها طيب طبعا. عندي بعد كده بوصل لحاجة اسمها اه نظرية المسار او الهدف اللي هو او النظرية دي بتهدف او بتهتم بالحالات اللي بيكون فيها سلوكات القوادة المختلفة اكثر فعالية. يبدأ يقول لك ان هي يبدأ ان هو النظرية المسار ادف تهتم بالحالات اللي بيكون فيها سلوكات القوادة مختلفة. يعني اه هيتعامل مسلا القواد دلوقتي لازم طريقة تعامله مسلا مع عضو عنده في المنظم او يعني مسلا تعال لو انا الليضر حل في شركة تمام.. يعني انا nurse مسلا في قسم الماركتين وفي شركةatura ما هكيد هلاقل اللي عندي مش ممكن ممكن يكون معيني الناس اسمف Luci crosses مثلا عنده واحد عنده خبرة عشر سنين واحد عنده خمس سنين واحد عنده سنة واحد ما عندهش خبرة اصلا في المالية الواحد لسه متاعين وملس يتخريه كول ده انك عامل معهم هيختلف هبقي انا. التعامل معَ كل واحد هيبقى مختلف هيبقى عكسой الداني. انا عندي سلكيات مختلفة هعمل بها كل واحد. بيبدأ يقول لك كمان ان انت من الضروري ان اصر القاد على تصور الاتباع للهدف العمل وادافة التنمية الذاتية ومسرورت تحقيق الهدف. انا لازم كليدر ان انا ابدأ اقول ان هما يبدأوا يحققوا الورك جولز تمام يحققوا الاهداف ان هما كمان ينموا من نفسهم وكمان ان هما يبدأوا ينموا من ذاتهم ويحققوا الاهداف بتاعتهم يعني انا عزم مسلا تعالوا لو انتوا فريش جرادويت معلش نموا نفسكم يعرفوا اكتر عن الشغل يعرفوا اكتر عن البجال خدوا كرصات مش عارف ايه الكلام دا كله دا هيفككم طيب كان بيقول لك ان انت عندك ان المرقوسين دول لانا يكون المرقوسين مدفوعين بقائد الا الى الحد اللي زيرونا في ان هزهر القائد يساعدهم على تحقيق الاهداف يعني احنا مش بيقول لك انت كمرقوس انا كمسلا واحد من الناس مش شغيل انا مش هابة ان انا متفيد بيزة لو اغير لو انا فعلا مقتنع ان الليدر دوت هيساعدنا على تحقيق اهدافنا لو الليدر دوت فعلا ساعدنا على آآ اتين لو هيساعدنا على ان انا حقق اهدافي اكيد قسم يعني في اوقات بيقول انا مش طايق مسلا القائد بتاعي في المعسكر بتاع الجيش بتيجي تقول مسلا انا مش طايق المدير بتاعي في الشغل الراجل ده ما بيخنش نحق اهدافنا الراجل ده عاملنا عبد عنده تمام? طيب بيقول لي في نظرية المصرع الهداف دي في برضو عندي فورس سايل فبيقول اول حاجة الواق بيقول لك ان انا ده اسلوب التوجيه. اسلوب التوجيه ده بيركز على ايه? بيبدأ يقول لك ان ان انت عندك تركز اسلوب التوجيه ده على تقديم الاخصيدات المحددة ووضع جداول وقوعد للعمل ده يا جماعة ده الطريقة اللي احنا نمشي بيها دي الرول لازم ان نمشي بيها دي الجدول للزامن مسلا اللي هنحقق بالاهدف بتاعيتنا اكلامنا كله. تاني حاجة الصبرت في السايل اللي هو اسلوب الدعم فبيقول لي اسلوب الدعم ده بيركز على وزا اا وزا يعني بيقول لك او يكون انت اولا لازم يكون عندك علاقة كويسة بينك وبين المنروسين بتوعك الناس اللي انت قائد عليهم ويه كمان انت تبقى محقق لهم محتياجاتهم منيد ويه بتاعهم اللي هو الرجل بتاعهم يبقى عنده من ناحيتك تمام راضي من ناحية مدير. تالت حاجة اللي هو اللي هو النمط ده بيتشاور في القائد مع المرؤوسين بسمح لهم بالمشاركة في ان انا انا قائد انا اللي اخذ القرار لا بيقول لك لا ده بيخليك عادي ان كلنا نتكلم ونتشار في عملية اتخاذ القرار تمام مش انا قائد اتبعوني انا المدير اتبعوني كلام كله طيب رابع حاجة عندي لاتشيف منت ده اللي هو الاسلوب المواجه نحو الانجاز فبيقول لك ده اسلوب بيحدد في القائد اداف صعبة ويسع الى تحسين الاداة. يعني ده بيقول لك ان انت بيبدأ يحط لك جديد ده بيبقى صعب عشان يبدأ يعمل لك يعني مسلا حتى تلاقي انت نفسك ايه? اول مسلا اول ما دخلت الجامعة تمام وانت كده في سنة اولى طلب منك بحس لزيز جميل ايه ده الله ده سهل تاني مرة بتطلب منك اصعب شوية عشان تحسين ادائك بعد كده تخش مسلا في الامتحان بتاع الميترم بتلاقي الدينة بقت اصعب شوية تخش يتلاقي مسلا عندك في الفاينل ترتيب الاسئلة هو مسلا جايبين جزء سهل ودايريكت جزء عايز فكر جزء عن دايريكت الكلام ده كله تمام? طيب. عندي رابح حاجة بقى الليدرشيب ستايل بقى الليدرشيب ستايل برضو اللي هو هيبقى يبقى الراجل ده ده كيوضة استبدادية الليدرشيب استبدادية ولا اللي هو بيبدأ يشارك. بيقول لك ان ان انت عندك. لو انت بتشارك لو بيكتف الليدرشيب بيقول لك ده ستايل اف الليدرشيب ويتش زي الليدر تز تيكس او بنيوم فروم آآ الفولورز بفور ميكينج ده انا باخد رعي الناس اللي انا الليدر عليهم او الناس اللي انا بيتابعوني عشان نعمل لكن لو انت عندك بقى اللي هو الكيوضة الشاركية دي تمام? او ان انت عندك اللي هي بيقول لك ان انت اللي هي الكيوضة الاستبدادية اللي هو السل الليدرشيب لزا الليدر ميك اول ديسجن آآ اللي ريتلي اللي هو والله انا اللي هاخد السلوب الكيوضة الاستبدادية ده انا اللي هاخد الكارات كلها من دماغه وانت هتقوله امين وحاضر تمام? عندي ده اللي هو تفويد الكيوضة. ده اسلوب كيوضة بيسمح فيه المنظفين باتخاذ قرارتهم بانفسهم يعني في ناس يعني انا اعرف في شركات بتبقى عاملة اللي هو ايه خد انت قرارك بنفسك يعني اا لو في اي تغيرات حصلت او في اي تلاعب قوي حاجة خد قرارك واحنا بعد كده نشوف بقى نتشاور بعد كده تمام اا خد انت اقول الرول اللي انت عايز تمشي عليها تمام بس بقى اردو دي ما بتحصلش في مصر يعني ما فيش ده ما بيبقاش موجود هنا تمام كده يا شباب نكون خلاص نشوف ترستة اتمنى ان هو يكون تاهم وان انا كنا بسطه لكم المحتاجة اي سؤال طبعا انا موجود واخشرح مرة واتنين وتلاتة اه الرقم اوات تبقى طلع على الوصاب المحتاجة اي حاجة قدر يسألني الشيط الاسئلة اي حاجة اه وتمنى انتم تكونوا فهمتوا وان انا اقدر اكون وصلت لكم معلومة او ممكن اكون متعزاب جيب شوية وبتاع بكده بس انا تعبين بس بحاول لانا هادي لكم يعني على قد مقدر تمام ان شاء الله بالتوفيق يعني.